العيش الكايزر والعيش الفينو بقى اسهل طريقة ما شاء الله هش جدا وطري جدا احسن من بتاع الافران الكيلو الدقيق عمل معي 30 عيش كايزر وعيش فينو زي ما انتو شايفين طري جدا وحلو جدا حطي لايك ولو ما اشتركتش معي في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يصلي الكل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب اكونوا بخير وصحوا وسعادة تعالوا نقول بسم الله ونقول مكونات العيش الكايزر والعيش الفينو معي كيلو دقيق معي كوباية دقيق نص معلقة من الملح 8 معالق زيت او 3 كوباية من الزيت ومعلقتين سكر ومعلقتين لبن بودر وباكو خميرة جبت البولة وهنقول بسم الله وانزل بكوباية الدقيق وكمان اللبن البودر والسكر اركن كده على جنب الزيت وحطيت نص معلقة الملح على الدقيق وفضيت باكو الخميرة على المكونات دي جبت مية دافية ما يكونش سقعة ولا سخنة وحبة بحبة وتبتدي تعجيني العجينة دي هي اللي هتعملك اللبة بتاع العيش الفينو والعيش الكايزر عشان ما يكونش مكتوم ولا فاضي ولا ناشف معاكي يكون طري وهش زي ما انتو شفتو في اول الفيديو عايزة احلى لايك ولو لسه ما اشتركتيش اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصل الكل جديد بقى عندي القوام المزبوط سيبتها عشر دقايق كده ربع ساعة لما اختمر معايا وارتفع وملأ البول عندي كده قلبت الملح مع الكيلو الدقيق بسم الله هبتدي اعجين وانزل كده عندي العجين على الدقيق وقلب الدقيق كويس جدا جبت حبة مية دافين على البولة كده عشان طبعا ده كله من المكونات وحلو جدا لو عندك عجان اعجين على العجان لو ما عندك يش اعجيني زي حلاتي كده على ايدك ويتطلع الحاجة زي العسل اعجيني كويس جدا ولم العجينة وحط دي في مية شوية بشوية ولسه معانا تلت كوباية الزيت تزودي مية شوية بشوية بقى عندي الكوام كده مناسب ان انا انزل بقى الزيت وتعجيني جميل بقى باديك الحلوة وتعجيني وتلت وتلت وتعجيني عشان يطلع معاك انجح عش فين وعش كايزر بقى عندي كده الكوام مظبوط بعد الزيت لو لقيت العجينة بتحتك محتاجة مية دي في حبة مية صغيرين العجينة مظبوطة ما شاء الله معايا كده هي بتلزق ما بتبقى شعجينة مسكة نفسها يعني بتبقى فيها تلزيقة سنة زي ما انتوا شايفين رشيت كده حبت دقيق ولفتهم بهم وهبتدي اغطيها بورق ستريتش لمدة ساعة ملت عندي ما شاء الله البولة زي ما انتوا شايفين هبتدي بقى افك الخمر بتاعها زي ما انتوا شايفين كده بأدية وهجيب حب الدقيق على الرخامة ونشتغل بقى على الرخامة براحتنا هنزل كده العجينة وهقسمها نصين نص للعيش الفين ونص للعيش الكايزر هعمل العيش الكايزر الاول انا جبت الصينية كده وحطت فيها ورق زبدة لو ما عندي كيش ورق زبدة اندهني زيت وهبتدي اعمل كويرات صغيرة اعمليها تكون متساوية على قدر الامكان طبعا انتوا شفتوا فاولا وللفيديو الكايزر كان قد ايه عايزة تكبري عن كده عايزة تصغري عن كده طبعا ده في ايدك الحاجة اللي انت حبها اعمليها اعملي كويرات كده صغيرة وسبتها ارتاحت ربع ساعة وده انت على ورق الزبدة حبة زيت وهبتدي ارص العيش الكايزر في الصينية واسيب مسافة ما بين واحدة وواحدة اسيب مسافة شوية كده عشان لسه هت تضعف حجمها تاني وماشاء الله ده العيش الكايزر خلاص كده بقى معايا تمام هاسيبه يختمر ونشتغل في الفينو هبتدي امرا كده عندي العجينة على الرخامة وهقطحها برضو كويرات صغيرة الرشيد حبت دي كده عشان العجينة عندي ميلزقش في الرخامة طبعا الرخامة مخصولة كويس جدا ومتعقمة كمان بالخل عملتهم كويرات وسبتهم برضو استريحهم لمدة ربع ساعة اهم حاجة في الفينو والكايزر العجن وان انت سبيه يرتاح براحته ما تستعجلش عليه ما شاء الله عندي العجينة بتجري تحت النشابة زي الفل معلش هنا بقى ما كنتش وغضى بالي ان المفروض ان انا كنت اجي جنب الصينية شوية كده عشان ابان اه انا بشتغل ازاي اصالي الكاميرا بس هعمل معاكم واحدة دلوقتي تاني هنقولها بقى عشان تشوفوها خدت بالي ان العجين مش باين في الكاميرا بتلف رول صغير جدا زي ما انتو شايفين تلف ودوسي تلف ودوسي جامد على العجين عشان لما تختمر معاك الفينو ما يفكش منك طبعا دي خطوة مهم جدا تقفلي كويس جدا برضو الجزء ده وما يهمكيش لان انت كده كده هتمرنيه على الرخامة وهيتساوى كله شكل واحد الجناب طبعا بتبتدي تدخليها الجوة كده وتقفليها برضو من الجنب ده ومن الجنب ده بصوا وتبتدي تعمليها كده على الرخامة عشان تبقى عندك الفينو متساوي وتدوس عليها مفيش اي مشكلة بصوا الجمال هيعمل معاكم واحدة تانية ما شاء الله بصوا العجين يعني انت ممكن ما تحتاجش لنشابة اصلا بتجري تحت النشابة لان مسريحة كويس جدا مخضومة كويس زي ما بنقول وحطوا لايك على قدر الامكان اعمليها شكل يعني بتكونش دايرة تكون مستطيلة كده ولف بالراحة خالص نفس النظام وتدوسي تلفي وتدوسي وتقفلي كويس لو فيه اي سؤال او حاجة مش واضحة في الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات وانا اجاوبكم على عناية حجم حجم الفينو برضو على حسب ما انت حابة كبير صغير انت اللي بتتحكمي فيه انا خلصت طبعا كل الفينو بصوا ما شاء الله هسيبه بقى يختمر بيقعد ساعة عندي هنا الكايزر برضو قاعد ساعة زي ما انتوا شايفين اضعف حجمه عملت هنا مادة سايلة عشان هدهنها على الوش بتاع الكايزر والفينو معلقة لبن بودرة معلقة سكر على نص معلقة من القهوة او الناس كافيه اي نوع بتحبيه وطبعا بتدوابهم بتدوابهم بحبة مية وبالراحة خالص بالفرشة بالراحة خالص لان عشان ما يهبطش معاك العيش الكايزر وجبت هنا السمسم هبتدي بقى بعد ما دهنتوا كده على الوش هبتدي احط السمسم هدخله على درجة حرورة ميتين لمدة عشرين دقيقة او ربع ساعة هنا عندي العيش الفينو خلاص اختمر زي ما انتوا شايفين انا كنت طلحت العيش الكايزر بس الكاميرا كانت فصلت هقول لكم انا عملت ايه لما الفينو يطلع هدهن كده وش الفينو برضو بنفس المادة السيلة وبالراحة خالص لان بيبقى بصه عامل زي الورق خفيف جدا هرش برضو على الوش سمسم ولو مش عايزة تضيفي عليه سمسم من على الوش كده مضفيش ادهنيه وخلاص طلحت كده العيش الفينو التركة المهمة جدا بعد ما بتخلصي العيش الفينو والعيش الكايزر ان بالمادة السيلة اللي معاك بتدهني الوش بعد ما بيخرج مباشرة بتدهنيه كده بالمادة السيلة وبتغطيه بفوتا دي تركة مهمة جدا عشان يفضل معاك العيش الفينو والعيش الكايزر طاري زي ما انتم شايفين انا عملت كده مع العيش الفينو بس للأسف الكاميرا فصلت مني كاميرات التليفون ما شاء الله بصوا الجمال بقى العيش الفينو والعيش الكايزر بجد طاري وبصوا هبتدي ان انا هفتح معاكم العيش الفينو دلوقتي والعيش الكايزر هتلاقوا بقى ايه اللب اللي انا قلتلكم عليها ان ما يكونش من جوه فاضي لا بتاكلي فينو مش بتاكلي حاجة ورق او حاجة نشفة لا بصوا طاري وعمل ازاي الفينو كمان اهو وهورلكم كمان اللب اللي انا بقولكم عليها بصوا 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 عمل ازاي من جوه السوا بتاعه هايل يا ربي يا حبيب الفيديو اعجبكم اللي لسه مشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويشترك